أما متابعة اليوم 37 أو 30 من شهر أكتوبر 2022 المسمى باميم عن طريق إجراء الموثول الفوري بتهمة المضاربة غير المشروعة لقيامه بالرفع المصطنع في أسعار زيت المائدة والمدعم من طرف الدولة بعد المحاكمة صدر بنفس تاريخ حكم حضوري وجاهي قضى بإدانته وإدانة المتهم مذكور أعلى ومعاقبته بعشر سنوات حبسا نافذا 2 مليون دينار جزائري غرامة نافذا مع الأمر بإداعه في الحين في الجلسة الحبس وكذلك مصادرة المحجوزات